ازداد عدد العاطلين عن العمل في بريطانيا في الشهور الثلاثة الممتدة لنهاية أغسطس آبا الماضي بحوالي 114 ألفاً ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليونين وخمسمائة وسبعين ألف شخص هذا الرقم يصعد بنسبة البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ 1996 إذا خرجنا عن مسار تخفيض العجز سنصبح مضطرين لدفع معدلات فائدة عالية على القروض مثل بورتغال وإسبانيا وإيطاليا نسبة البطالة تقدر إجمالاً بثماني نقاط وعشر نقطة مئوية بينما تقدر بين الشباب بما يفوق قليلاً الخمس أما عدد البالغين الذين يعيشون تحت خط الفقر فيقدر بمليوني شخص في السياق ذاته أظهرت دراسة نشرتها مؤسسة الدراسات الضريبية أن عدد البريطانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر سيواصل ارتفاعه على مدى السنوات المقبلة أحس كأنني في قارب يغرق وليس هناك أي حماية لنا وأمل فقط أن يجد ابني الذي يدرس في الثانوية والذي هو عاطل عن العمل منذ سنتين أمل أن يجد وظيفة الدراسة توقعت أن يرتفع عدد الأطفال البريطانيين الفقراء ما بين 2012 و2013 إلى مليونين وثمانمائة ألف ما يمثل نسبة 22% من أطفال بريطانيا